وفي الشأن الرياضي صعد المنتخب الوطني تسعت مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز السادس إفريقيا والتسعة وأربعين عالميا بالرغم من خروجه من دور ستة عشر بكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في مصر وذلك في التصنيف الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن شهر يوليو بينما حافظت السنغال على صدارتها إفريقيا إثر حصولها على المركز الثاني في كأس أفريقيا بينما احتل منتخب الجزائر المركز الرابع إفريقيا والأربعين عالميا ويعتبر وجود مصر ضمن أول عشر منتخبات إفريقية بتصنيف الفيفا يجعلها على رأس مجموعة في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم عشرين اثنين وعشرين وستقام قرعة التصفيات المؤهلة للمونديال الاثنين المقبل في مقار الاتحاد الأفريقي كاف في مصر